متابعنا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الفاتوى قضية الاجرام على قناتكم قضية اليوم او اي مي س دي في بداية كيف دي ما وكيف عودناكم كنبغي نوجه شكر للمتابعين دينا داخل الوطن وخارجه كل واحد بصفته واسمه وتحية المتابعين دينا فيما كانوا يتوجدوا الناس اللي عاد تحقوين على قناة قضية اليوم فقناة قضية اليوم هي قناة مختصة في القصص والملفات لبوليسيا اللي يقعوا في قرى او مدن المملكة المغربية بل ما نطوع لكم فاد المقدمة وندخلوا معكم على بركة الله في سرد احداث او اطوار جريمة اليوم الجريمة اليوم متابعنا الكرام اه سترجع بنا احداث ديها لسنة الفين وستة واحد سيدة في العمر ديها تقريبا 36 سنة 37 سنة هات سيدة هذه مزوجة عيشة هي والزوج ديها الزوج ديها سيختم في مجال دي البيع السيارات ما عنده مشلولات هات سيدة هاتي واحد نهار جاءت عند الناس دي الامر الوطني للكوميساريا السلام عليكم السلام قالوا لها شنو حب الخطر قطوما سيدي جيت نبلغ بالختيفاء ديها الزوج ديالي اهنا اه المصلحة اللي مكلفة بالاستقبال غادي تحيلها على الناس اللي غايستمعوا لها تسيدة بالفعل غايستمعوا لها قالوا لها شنو حب بالخاطر قطوما سيدي جيت نبلغ بالختيفاء ديها الزوج ديالي اللي اختفى هاتي يومين مرجعش للدار مزيئا هنالناس ديال الامر الوطني عارفين بان المدد الاختيفاء دستعليها 48 ساعة ضروري ما غاديستمعوا لها ويديروا لها بحث لفأيدة العائلة هنا الناس ديال الامر الوطني يسولوا هات سيدة قطوما سيدي في عمار ديالو 22 و 40 سنة مزيئا هات سيدة فاش خدام قطوما سيدي كيبيع وشري في المجال ديال السيارات شحلوا انتم مزوجين بسيدي هاتي تلت سنين عندكم شي ولدات لا ما رزقنا شي الله بدراري اعشي انا وزوج ديالي مزيئا الزوج ديالك في قساش خرج خرج نهار الفلاني اي هاتي شي يومين خرج منطار مولا شرجعه في المشافين قلبت عليه ولدات قطوما سيدي قلبت عليه ومشيت عن عائلته ومشيت عن تسحابه ومشيت البلايستيك تردد عليهم ما لقيتوش وبقيت كنقلب حتى ديال المدة لهذا جيت انا باش ندير البحث لفأيدات العائلة يقدر يكونوا قعلوا شي حاجة وحنا مفرسنا مزيئا هنا الناس ديال الامر الوطني استمعوا لها السيدة هذه وخدووا المواصفات ديال السيد كي داير وعلى الاماكين اللي كي تردد عليها وخدووا تصفيرا ديالو وخبروها قالوا له ودي اتخلينا رقم الهاتف ديالك الى بنت شي حاجة جديدة رحنا نعلمك عاو تاني هو رجع للدار غدي تجيز على الميناء التليفون بيناتنا قاتل ما سيدي مرحبا مشيت السيدة بحالتها هنا الناس ديال الامر داروا واحد البحث او داروا واحد دوري امنية ومشاوا الاماكين اللي كي تردد عليهم عزيز اللي هو مختافي مشاوا البلاسة اللي يتبيع فيها هو تصمصر في الطموبيلات عبارة على واحد البارك بارك ديال السيارات كي يحطو في الطموبيلات تمه هو تبيعه للتماع لانه لا يوجد الجارج يبيعه امي ويشرح بل داروا تصمح الحلوات اللي يتشارك لهذا الامر لانه لانه بحال شكل عساسة سيدي الامر قالوا لانه الآن مودي في الآن واذا ما أفعل لكم حيث ان سيدي تضرر شرير وماله لتلتية كيفية انا ركما عارفون ان نطلقوا وغي انا اذا كانت شيئة سيراء او شيئة تنطلقوا هنا ولكن هذه شرير وماله لتلتية كيفية انا هذا السيد الذي هو عزيز في المختافي و هناك بلسة يقدر يكون لأن العائلة تقول بأنها لم يكن لديها أصحابه لم يكن معهم و هنا هو العلم ولله نبقى البحث جاري على هذا السيد أنا دزت واحدة ربعيان على الاختفاء به هذا العزيز لم يبدأ الأطار سنجد القيصة هنا و سنمشي إلى الغابة قريبة لهذه المدينة وهذه الغابة تابعة النفوذ للدارك الملكي هنا الغابة عبارة على مجال أخضر يأتي للناس يأتي للناس إلا بغيروا سياحة أو يأتيوا مع وليداتهم أو يلعبوا كورا نهر السبب لله لحد واحد دورية دير الدارك الملكي كدر في الغابة دور ما هنا سير من هنا دور ما هنا واحد اللحظة ستتير انتباه ديره هذا النزل الدارك الملكي ستتير انتباه ديره واحد الحفرة كينة كبيرة هذه الحفرة بحالي عادت حفرت ورجعت ترافها هنا قالوا قالوا نزل الدارك الملكي يمكن أن يأتي العصابة للكونز سيأتي هناك يقلبوا وفات شجروا هذا لأن هناك شجرة مكبارين يقدر يكون عندهم شي علامات ما دي لهذا الشي يكنز في ذلك شجرة طويلة أو شي عاجب حلقهم ولكن قالوا قالوا يلا ينفرد هاد العصابة سدود الكنز أو هاد الناس اللي يقلبوا على الكنز جاءوا وحفروا مع قديش يرجعوا التراب لا يرجعوا التراب سوف يحفروا من قولوا وللقوا 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 سوف يمشوا بحالتهم هنا ستخبر النيابة العامة لأن هناك واحد الحفرات مما يشتبه فيها بأن هناك حفرة جديدة ومعرفين شنو فيها سأتي النيابة العامة ستعطيهم أمر بشي بحثة القضية هذه وعرفوا المصير لذلك الحفرة قاموا بإعادة الكلاب المدربة سأخبروا ذلك الحفرة قاموا بما كانت ذلك الحفرة لأن الكلاب يستخدمت giorno نزل الدريق الملاكي أو شف دول دولية قلو لا ترجع للغور لأنها حاجة رائع نفون هنا سوف يخبرون النيابة العامة ويخبرون رؤساءهم سوف يتكامل صلاحيات بها ويبحثوا في هذه القضية لأنها يشبه بأنها تقتلت من جريمة سوف يأتيون الناس لتقنيه مصرح الجريمة سوف يتسلمون مصرح الجريمة من الناس لدرك الملكي دخلوا لتقنيه شاريط أصفر سوف يأتيون الناس لدرك الملكي وقالوا لهم المصار اللي خديتوا باش وصلتوا لهذه الحفرة خلو ما سيدي دخلنا من هنا إذن الناس لدرك الملكي يدخلوا من واحد المسرب الناس لدخلوا من مصرح الجريمة عرفوا ذلك المسرب اللي يدخلوا من الناس لدرك الملكي غيدروا البحث ديرهم تماما غير يحفروا غير يلقوا بالفعل هنا جوتا ديالإنسان في العمر ديالو تكرب عينات هنا غير يبقى على البحث السيد مقتول مضروب بطعانات وعي أثر ديال الدم ومدفون بالحويش ديالو إذن جريمة تقتل داروا واحد البحث ديال المنطقة هزو شي عينات ما كينش شي حاجة اللي تفيد تحقيق شي أداة الجريمة أو شي حاجة بحلقة ما كينوالو كين جوتا مدفونة وكيد تضح بأن هذاك هو مصرح الجريمة لأنه كين آثار ديال الدم تماما هنا هزو جوتا نحو مستدامات قصد تشرح الوقوف على ملاباسة الوفاة والتحديد الهوية ديالهات الشخص هذا ويعرفوا شكون هو هنا ناس ديال الدرك الملكي لم ي 원래 لهم مناسبة كين يواتيقة على تسيد كين هو لم يعدوا لم يتزيد كين هو هزو دا هذا السيد هزو جوتا ليس لهوية لن يعرفون كين هو غالبا ما سيكون شغول المنطقة ما شغول المنطقة pequena هنا ناس ديال الدرك الملكي يتصنيعون ذاكذا الخبراء على البصامات يعرفوا شكون هو يعلموا مصالح ديال المراكز ديال الشرطة والمراكز لأنه يتحقق بحثة لفائتات العائلة على شخص يحيلوا هذه العائلة على هذا المركز هذا المركز الذي وقعت في النفوذ وهذه الجريمة يتوصل إلى المركز الأمن في المدينة بأنه سيدة في العمر قده وقده تقلب على زوجها في العمر قده وقده وهذا الملابيس الذي يخرج به يجب أن يخرج من الدار هنا ناس الدرك الملكي سيخبروا عن ناس الأمن كي يصفحوا هذه السيدة لأن المواصفات التي احتمالها تطابع على هذا الجوتة التي يقوم بها الناس الأمن الوطني سيستدعيوا هذه السيدة ويقولون إذا سيارتها في المدينة سيارة الملكي، يقوم بأنها تقوم بهم وهذا الشيء يشابه في المواصفات التي احتمالها لأن الناس الأمن لا يريد أن يخلعون العائلات لأنه يستخدموا أن نتخلقوا نفس الشخص الذي يقلبوا عليه سيدة عندك نزيل الدراك الملكي سلام عليكم السلام سيفتني المركز الفولاني الأم الوطني بأنكم رقيتوا شي سيد من تفون ونقلب على الزوج ديالي سأعطيكم مواصفة للزوج ديالها نزيل الدراك الملكي أعرف بأن المواصفة التي أعطتهمها هو ديال الزوج ديالها ولكن لا يجب أن يجب أن يجب عليها وسأعطي معنا مثلا لمستوذ الأموات سأجمد عليك الجزتي وقدر نزوجي وستستطيع أن تكون الجزتي سأصبح ترمي معنا ونرى لقد أدخلوا السيدة المستوذى الأموات وسأعطي سيدة إلى الجزتي سيدة سخفت وسأكون هذا الزوج ديالي بعمل أن تظهر في هذا الحال ستغوّو السيدة سيجب السيدة سعطي لها المستجالات وسأعطي طبيعة فقد رجعت فقط من الصدمة الدوهة في مركز الدارك الملكي لأن الناس الدارك الملكي هم المشرفين على هذه القضية هنا قد يبحثون مع السيدة قتلهم السيدة بأن أنا الزوج ديالي عيشة نوياف بلا صفلانية الزوج ديالي يسمى مصار ديال الطموبيلات كيف يحشي في الطموبيلات ما عندنا جديدات جوجنا هذه عامين ونصرات السنين ما رزقنا شيء ربي بدراري هذه واحد خمسية لأن تقلب عليها بعد 6 يومين ولكن مرة لتقلب عليها واحد ثلاث يام قتل مسيدي واحد خمسة يام الزوج ديالي جاء للدار قلت له أريد أن أأكل لا مرحبا أريد أن أأكل قلت له واحد واحد في التليفون هنا الناس ديال الدارك الملكي قلت له الزوج ديالك لا أريد أن تتصل به قتل مسيدي سمعتك أريد أن تتصل به أريد أن تتصل به عبد الرحمن أريد أن تتصل به عبد الرحمن قلت للمسيدي كان أعرفه عبد الرحمن عراه واحد سيد عنده واحد سيارة يخطف به بلايس يخدم بالكورسة لا يريد أن يجيب أريد أن يجيب أو يجيب مزيح هنا صرحت الزوجة أمام عناصر الدارك الملكي بأن الزوج ديالها الوقت الذي يخرج من الدار عيط له فلان 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 هذا عبد الرحمن بأن الرجل عيط له يأتي عند وليدها أو يصفر عبد الرحمن فلان صاحبه الرجلي مزيح هنا سينسقهم عن الناس ديال الأمن في المدينة ويقلبوا على عبد الرحمن عبد الرحمن لم يقلقوا هنا قلب هنا اختفى عليه الأطار وهذا الاختفاء ديال عبد الرحمن مشبوه فيه لأن السيد صاحبه مات وهو مختفي إذن سيجعله ترصد أمام المنزل بالليل وبالنهار واحد ليلة تقريبا وسبوع على الاختفاء السيد أو المقصل الناس الأمن والدرك الملكي كما قلنا نصقين في القضية مرصدين للمنزل عبد الرحمن واحد ليلة سيجعله للمنزل سيجعله على المركز المركز الملكي سيجعله عبد الرحمن سيجعله قالوا أحيانا ما كنتي؟ قالوا ما الذي كنتي؟ أحيانا نعمل أحيانا نعمل أعزيز ما الذي سيجعله سيجعله أمام أحيانا أعزيز مدد 15 اليوم لكي تجدين جاوية قالوا لا لأن الزوجة دياله يخرج من الدار و لم يكن الرجع انتتصلت بيه و قلت له خرج عندي راني كانت سناك و خرج شي عنده انتما السيد مراجع عن الدار حسر القيناه مقتول و متفهم في الغابة قالوا ملا سيدية تشيغي هدرا ملا سيدية نراك مستاشت و ما ديه باش توك هذا قالوا له سعفية واخه هنا الناس ديال ديال الدار هكي الملاكي ستوصلوا بتقريد تقريد شرح تيبيه تقريد شرح تيبيه هذه الليلة اللي خرج فيها مندار أي فاش عيطو عيطو عفوين هاد عبد الرحمن ومجمعه ذاك الليلة تقسل وتلاح في الغابة أو تتفن في الغابة هنا الناس ذي للدرك الملكي غي ياخدوا واحد تشق وواحد آخر فاد البحث غادي ديروا بحث على السيارة قيل عبد الرحمن السيارة دي لعبد الرحمن كانوا دك ساعة تحاجزينها غيجيوا الناس ديال تشخيص القضائي غادي ديروا بحث فاد السيارة هدي وغيهزوا بعض البصامات هنا أول حاجة غيقلبوا البيبان ديالها الطموبيل غيقلبوا ديك البواطعقو ديالها غيقلبوا البلسل ليحدى الشفور غيجي تقريد ديال البصامات تقريد ديال البصامات كي أكد لهم بأن عبد الرحمن كان معاه الضحية غيجيوا اللي وجيبوها ديال عبد الرحمن خلولو اسمعه انت كتقول بأنه 15 يوم هدي مشتي فلا وامشتي معاه وخزوجة ديالو كتقول بأنه نارا عيتليه نارفلها ثم قلبنا السيارة ديالك وقلقنا البصامات ديال الضحية عندك في السيارة ماذا تقول فاتشي هنا سيد زيار وتراجع على الأقوال دياله قلما سيدي مكاما الخبي انا اللي اطلعتها هنقول لكم شنو كيه مزيان قلنا شنو كيه قلما سيدينا بالفعل عيتلي عزيز اللي يرحمه وجيس اندوه حتى الدار قللي ودي قد تديني الغابة الفلانية ركيت سناني فلان باش يبيع لي شي سيارات بمعي وحطيت وانا تماما ومشيت بحالاتي سولوه الناس ديال الضحية المالكي قالوا ليه انتا فاش وصلتي للغابة شتي الشخص اللي كان معه قلما سيدي شتو كان عرفو شكون هو قلما سيدي شي واحد اسميته بزوهير في كيسكون قلما سيدي كيسكون في الفلاج الفلاني وانتا هو صاحب ديال الضحية اللي يرحمه وديمس انتلقاه معه زيان ايدا هنا بنت شخصية واحد اخرى في هذه الاحداث هذه وهنا سينتاقلوا نزل الدرق المالكي باش يمشي يجيبوا هاد زوهير باش يعرفوا شن الحيتيات دياله وشنه هي الدور دياله في هذه الجريمة هاد مشاول تماما سيقاوه في ذاك الفلاج سيعتاقلوه سيعتاقلوه جابوه في حالات اعتقال بخلوه سولوه قالوا له بغينا نسولوك على فلان عزيز قالوا من الله ودي افرصي بيان نراها لقاوه مقتول مزيح قالوا لي انت اخير مرة فقشتي وقالوا ما سيدي ديره مدة هدي ماشته بتأكد مدة ماشته شحل تكون تقريبا وقالوا ما سيدي ديره تكون واحد جاي وحد شهر قالوا لي لا مشاكل تكذب انت دابا قدي تقلنا الصراحة هنا الناس ديال الدرق المالكي يقول لا الناس اللي كي يبحثوا معاه تتاضح لهم بان هاد زوهير هذا عنده واحد ضربة فلعون وقديروا حش كل ديال خبشة حش يوحد قشوك هنا سولوه قالوا له بعدها شكل يخبشك هنا في عمقك سيدي داكي بمهمه قالوا لي مش مشكلة غنسولوك على ضحية فلان تقولتي هدي مدة تقريبا شهر مش شهر ولكن احنا شدين فلان وقال لنا باننا رأي وصلوا عندك بالسيارة الغابة الفلانية شكت تقول فتا القضية هدي هنا هاد زوهير هذا عارف رأسه بان وصلوا له قالوا مسيدي انا قد نقول لكم شنوقع قالوا مسيدي انا بالفعل كنت كانت ضحية عزيز الله يرحمه في الغابة انا وصاحبي عيمات كانت عندنا واحد السيارة وحنا تنبيع ونشروف السيارات المسروقة تنشدوا سيارة مسروقة او تنجيبوا سيارة مسروقة وتنحيدوا لها داك النوامر وتنعودوا نديروا لها نوامر واحد اخرين وتنعودوا فيها انبيع قالوا مسيدي احنا دينا السيارة تم الغابة بقينا كنت نسنوه واحد اللحظة بدنا الضحية عزيز جاي جاي في السيارة مع صاحبه عبد الرحمن واحد اللحظة فاش نزل من السيارة عبد الرحمن جاء عنده قالوا وديك تخلصني وشانا نبدأ نخدم معك فابور وشانا نبدأ نوصل لك فيما بغيت فابور عطيني الفلوس دخلت أنا بيناتهم هذيك اللحظة أنا وصاحبي عيماد كحزنة دعونا يتفهموا بيناتهم على هذيك لأنني تقاسيت في العنق ديالي والجرحت مزيح هنا كما قلنا بان شخصية واحدة اخرى فالقضية هذه وليس اسم عيماد عيماد يتكون في المدينة في الولوصة فلانية نزل الدرك الملكي بتنسيق مع الناس للأمن سينتقلوا للمدينة سينتقلوا سوفي ستخرج لأم سؤلوها الناس للأمن وقالوا لأسيدي هناك يسكن لا بس لأ 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 تفتيش كيف لأ 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 سيدة قرأت ذا لأ لأ تفتيش المنزل تحديهم الباب دخلوا الناس للأمن ويتنسيق مع نزل للطراك الملكي سي يلقاه كي ويقلبوا هناك ويقلبوا هناك ويقلبوا أحد المجر عنده داخل المنزل فيه البلاكر الذي نضعه فيه سبرديلات أو سباب الناس يقلبوا غير قوة سبرديلة فيها الغيس وعليها آثار الدم حجزوها ويأخذوا معهم عماد تهوى كيف يحقوا معه ويأخذوا معهم قالوا له سعرف فلان قالوا مسيدي الله ويأخذوا ويأخذوا بأن أخذوا مقتول يوى قالوا مسيدي العلم ولا أنا لم أعرف شي حاجة مزيعة سوال قالوا له ودي السبر ديلة لقين فيها الغيس و لقين فيها عثار ديال الدم كيف يقل قادية ديال وقالوا مسيدينا في الصباح كان نود كان ندير السبور وكمشي الغابة وكمشي هنا وكمشي هنا وانا نهار الفلان سأرعفت وقصت الدم مزيعة هنا نزيل الدارك الملكي لا نقول نحن غشامين سيحل نقاط الدم على المختبر كيف يقرر هم ديال الضحية ولا هم ديال عماد كيف يداهي بأن هو رعف وسلي الدم من النيف وقص السبر سوال نزيل الدارك الملكي على ما يوصل تحلي المخبارية وعلى الدم سوال وقال لهم فيك سعر فلان وقال سيدي سنعرف صاحبي وصاحبي تنبيع ونشرو في الطموبيلات قال لنهار الفلان كنت في الغابة تلقيت نتو ويا قال لا سيدي ما كيف ما ما سيدي لنا ما تلقيت في الغابة لك شي قال صاحب زهير يقول لنا العكس قال لنا أن النهار الفلاني الذي تقتل فيه الضحية كنت في الغابة ويا وقال بالسيارة مع عبد الرحمن وعبد الرحمن بالدور ورحم شدد عندنا ما تقول فتش سيد نكر قال لا سيدي ما كيف مات شي هنا الضرك الملكي ستصل بتقرير التحليل المخبارية الدم الذي يقع على السبرديلة عماد هذا التقرير يؤكد بأن الدم على السبرديلة هو الضحية أي ضحية عزيز ستواجه عماد قال له أنت تقول بأن لا تلاقيت في الغابة ولكن لدينا دليل علمي يؤكد بأن هذا الدم الذي القينا في السبرديلة هو ليس بأن أنت رعبتي وإنما هذا الدم هو الضحية الله يرحمه ستقول لنا ماذا وقع هنا عيماد رأس له قال لما سيدي يعطي الله عطيه نعود لكم ماذا وقع لما عود لنا بالفعل أنا وصحبي زهير وجوج وحثين واخرين تنخدمه في المجال سرقة السيارات وكان نسحو ذلك النمرة التي تكون في الشاصة السيارة وتنعود ندقوها بنوامر وكان نصبغ الطموبيل ولكن الضحية الذي يرحمه هو الذي كان يكلف بالبيع لها يمشي يبيعها وتأتي لنا النصيب لنا نصيب نصيب لنا لدينا لغارج نصيب نسرق الطموبيل وكان نصيب وكان اخلص السيارة ولكن كان يعطينا نص الثامان والمجهود الذي تنضي كامل نص الثامان سيارة الثامان وكان نضرب الثامان وكان يأتي لك صافي تكلف والله هنك كنا لدينا ميدار وقلت الشغال وكذا كان نخدم كيف اشتق لديه والمسيدي واحد نهار جاء فلان مايرحم ودخل عندنا أعطينا شي باركة بقينا انا كانت تعود انا وصاحبي زوهير وقلت اودي هالثامر اللي تنضرب مع فلان كانت شوف كيف تكرف سعلي هنا كاذا ما كان تعود واحد لحظة ودخل الزوجة دياله وماذا دخلت الزوجة دياله احنا كان عارفوها مرات المعلم وعارفنا بانها كانت تتخدم معاه قبل ما يتزوج كانت تبيع تياء وتشري في الطموبيلات وكانت تتخدم مياوية ومثل ما تعرف وتزوج وقفنا 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 على الرجل لك رأى تخرج دابا قلت نهار ما جيت على الرجل لي جيت عندكم ما بجوش رأى تقضيل وحد الخارج لا يمكنكم ما تستحق وانا سأعرف في هذا المجال بحكم انني سأعرف هذا المجال بزيان وانا أخبركم بان الزوج ستزوج عليها وانا وصلت للمرتب احتدار الفلوس وحتدار الديور وحتدار بزيف الحوير انا بغيتكم تصفيوها لي والفلوس اللي بغيتو سأعطيها لكم وعطيتنا فلوس لي كثير قدنا هذه قدنا نديرو شغلكم وانا معكم قدنا لدي راهلة قتلنا رحنا لقمشو فيها قدنا غيسيرو رتاكبون هاد القضية هادي وانا قمشي ندكراري بان الزوج دالي تختفى وغدي نفككم هاد القضية هادي قالوا مسيدي احنا غراتنا بالفلوس وانا وصاحبي بقينا كشوف بعضياتنا وهدي فلوس كثيرة واخر المعلم سأجدنا البلاسة فلانية هو عبد الرحمن في الطوام موبيل القناة تمام انا وصاحبي انا وصاحبي زهير تغمزنا عليه كما نصف فلانا فالجاق لدينا عارف انتم معارف الغارج وانتي الغارج وانتي الغابة وانا قدنا سأجد هذه سيارة سرخناها وانا جئنا هنا لانا دوزنا البراجات وانا سأجدنا لذلك صاحبي بدكي بلاذرة وانا اضربت ولموس في الجهة وانا نجد عبد الرحمن قتلنا بدكي غوط وانا كان غي وانا قتلنا قتلنا وانا قتلت وانا قتلنا قدنا قدنا نراه سوف تقول شيئا سوف تتبعك وانا ترى بحيانك وانا لديك حركة وانا نجد وانا لدينا في السيارة والفاس وعيدنا نحفر وعيدنا أصدقائنا وانا أصدقائنا وانا كنت مركز وانا نحفر بقينا نحفره ونحفره حتى تغرقنا وحضر البلاسة هزينا الضحية وضعنا فيها وجبنا التراب وبقينا نرد عليه رد عليه التراب حتى تساود ذاك الأرض ثم قلنا لعبد الرحمن نرى أن تنشي بحالتك وسأسكت وإذا قمت بحركة تحمل تسؤولي ذلك فيما دفننا سأتفنك تنزا هنا عبد الرحمن بأنه يخاف وعارفين بأنه ماشي الكبدة صحيحة صافي ماشي بحالته نحن زينا السيارة أنا وصاحبي ومشينا عند المرات الضحية ونحن لودي رفلان رقتناه ونحنا في الغابة الفلانية ودفنناه كملتنا الفلوس وقال لنا سوف نزيدكم هذا المهم الذي درته لي أنا سوف نزيدكم ثم صافي ماشينا بحالتنا لمشينا ذلك الفلوس صاحبي ماشي بحالته وانا مشيت بحالتي أبقي نشك رجعوا للغاراج اللي نخدموه فيه حتى ماشي ديتونا كانت هذه الاعترافات للمجرمين المجرم الذي هو زهير جابوه فعش عرف صاحبه بأنه اعترفته وقالوا ما سيدي هذا الشي اللي كين عبد الرحمن قالوا ما سيدي بالفعل قالوا ما أنا لمشارك معه ما هو هنو ما عندي يدفل الجريمة أنا عيط لي الضحية قالوا يوديتوا صني الغابة الفلانية وصلتوا واحد اللحظة دلقيتهم قتله فعش قتله وفعش قتله وانا كانوا يقضرش مع المجرمين فعش قتله وانا قاموا بإمكانهم يحفر معنا وحفرت معهم ورجعت معهم بطراب ومشيت بحالتي ولم يمكنني بحالتي وكانوا يمكنني يمكنني مني يمكنني احيان وليدات يمكنني ارتكبوا ولم يمشينا بحالتنا أنا أخوة المدينة حتى عارت لدينا كانت هذه الاعترافات عبد الرحمن والزهير والعباد جاءوا الزوجة كذلك اعترافت قتلهم السيدية بالفعل انا اللي اعطيتهم الفلوس وطلبت منهم كيف يصفيوها للزوج ديالي لان الزوج ديالي في الاوينة الخرهنية عرفتوا بي انه بغيت زوج عليها ولكن انا مبغيش نخلي له هذه الفرصة لانني انا اللي صنعتوه انا اللي ادرت له الدار انا اللي ادبرت له باش ولا لا بات عليه انا اللي كانوا عندي اه سيارات وكان هو غي يخدام معي وفي التالي بغيت يتزوج عليها وانا وصلني الخبار وعارف بان الرجل ديالي كان مكيتهلاش في الخدمات دياله خصوصا ذاك الجوج بزهير وعماد وانا عارف بانا كان كي يكلهم رزقهم لانا كان كي يجي كي يقول لي يودي را كان كي يصوبوا لي الطموبيلات وانا تنديهم عليهم بنص ثمان لهذا انا استغلت الضرفية هذي وعرفت بانا الزوج ديالي كان في القارج حدثت تخرج من القارج ودخلت عندهم وغريتهم بالفلوس وهما نفذوا هذي الجريمه هذي كانت هذه الاعترافة دير الزوجة وهنا غدي تقدموا هذي المجريمي الكاملي غدي يحكموا على عماد وعلى زهير بثلاثين سنة من استيج النافذ الزوجة غدي حكموا عليها بالعقوبة ديال عشرين سنة عبد الرحمن غدي حكموا عليه بسانتين نظرا لانه هو عارف الجريمة وما بلغش ولكن ما كانش عنده يد او تخطيط فالجريمة هذي وماشي هو اللي قسل هو غي كانت ما في مصرع الجريمة هو عاونهم باش غطاو لجوتة وهذا يعني بانه هو ما كانش فالجريمة هذي او ما كانش هو من المدبرين ديال هذي الجريمة هذي هو كانت تحت التهديد ارساك بهذا الشي هذا متابعنا الكرام كانت هذه قضية اليوم وهذه جريمة اليوم اتمنى ان نكون حكيتها لكم بطريقة الصحيحة هنا الخلاصة القول في هذه الحلقة هذي هو طريقة الطماع هي خيبة بالنسبة للزهير وبالنسبة للعماد هذي الجوج هذو طريقة الطماع هي اللي خلتهم يوصلوا لهذه القضية هذي ووصلوا لهذه الجريمة هذي اللي غيدفنوا فيها حي يديرهم وغراء القطبان الزوجة كذلك ما عجبهاش الحال لان الزوج يلغي تزوج عليها صفات هذي بها الطريقة هذي وقتلاته عبد الرحمن كما كان قولوا القانون ليحمل مغفرهم لانه كان في الوقت الخطأ وما بلغش وخا هو ما عنده يدفل الجريمة ما قتل ما دلت شي حاجة ما خطط وانما ما بلغش وهنا ضروري ما غادي يتعاقبته هو بالعقوبة السيجنية هنا متى من الكرام كما كان قولوا طريقة الطماع ما صالحاش سيد غيدزوج لا يهنيه صافي لاش غادي نمشي نصفيها له وارتاكب جريمة لانه مكنش مبرر دي للقتل جريمة لا تفيد مبرر دي للقتل يقولك لا حيث غادي يخونها ولادها غادي قتلوا هذي راها غيهد راها خوية لانه مكنش كما نقول شي مبرر دي للقتل راها الروح ربي هو اللي تياخدها واللي تيسلبها من الانسان على اي المتابع الكرام كان صديقة دي لهم وهذه جريمة دي لهم اتمنى تكونوا استفتوا من العبرة هذا هو عبار لان القصص دي لانه فقط للعبرة ماشي للفورجة او التباهي هنا القصص دي لانه هما باش الانسان يراجع الافكار دي ليلو ويلغ كان بغي دي لشي حاجة يخمم بزاف لانه علاش كنتشوف خطأ بسيط يقدر يدفل الحياة دي لك وراء السيجن تقدر تمشي لوحد العقوبة اللي هي كبيرة وفي التالي جريمة مجانية جريمة ما عند تجي هدف جريمة من اجل لا شيء على اي المتابع الكرام نتلقى ان شاء الله في حلقة قديمة وكما نقول في جميع الحلقات الله يبعد علينا وعليكم شر الخلق أدومتم في رعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة